امثال قرآنية الحمد لله حمد الشاكرين أحمده حمد عباده المقرين بفضله المؤمنين بعظمته المقرين له بالأسماء الحسنى والصفات العلا أحمده لا أحسي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله بعثه الله على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل وعماية من الطرق فأخرج الله تعالى به الناس من الظلمات إلى النور اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أمثال قرآنية في هذه الحلقة نتناول مثلا عظيما ذكره الله تعالى في سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ابتدأت هذه السورة الكريمة ببشارة عظمى للنبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن الله فتح له فتحا مبينا عظيما وهذا الفتح هو انتصاره وظهور دينه وتحقق مقصوده من دعوته الخلق وهدايتهم هذه السورة العظيمة ختمها الله تعالى بذكر محمد صلى الله عليه وسلم باسمه وقد ذكره الله تعالى في آيات معدودات من كتابه ومنها ما جاء في ذلك الخطاب الإلهي الذي بين فيه مثل هذه الأمة ووضح فيه ما سبق أن ذكره في الكتب السابقة من صفات هذه الأمة أفرادا وجماعة يقول الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك أي المتقدم من الوصف مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل هذا هو المثل الثاني الذي مثل الله تعالى به حال الأمة وذكر وصفها في كتب المتقدمين من الأمم ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظا فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار بعد ذلك كله من البيان والتمثيل والتوضيح لوصف هذه الأمة أفرادا وجماعة يقول جل وعلا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر ما أعظمها من آية تضمنت الخبر عن هذه الأمة في أوصافها وأحوالها ثم الجزاء الذي تستوجبه تلك الأمة على تلك الصفات التي ذكرها الله جل وعلا في بيان شأن هذه الأمة والبشارة بها في الأمم السابقة فقد بشر الله بأوصاف هذه الأمة قبل مجيها أفرادا وجماعة هذه الآية الكريمة متصلة بما قبلها ولذلك في الوقوف على معناها نحتاج إلى أن ننظر إلى ما ذكره الله تعالى قبل هذه الآية من الآيات ذكر الله جل وعلا في الآيتين قبل هذه الآية خبر تصديق الله عز وجل ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة البلد الحرام البلد العتيق البلد الذي عظمه واصطفاه لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هذه الآية بشر الله تعالى فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفتح قريب وانتصار يدخلون على وجه يدخلون فيه معظمين لتلك البقعة حيث قال لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين على أي صفة يكون ذلك الدخول محلقين رؤوسكم ومقصرين هذا ظاهرهم وهذا منظرهم وهذا ما يراه الناس منهم فكيف بقلوبهم لا تخافون أي آمنين من كل خوف وهذا تحقيق لقوله جل وعلا آمنين فأثبت لهم الآمن ونفى عنهم الخوف تأكيدا لذلك المعنى فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وهو ما يسره جل في علاه من الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في الحديبية فإنه الفتح الذي منه جاءت الخيرات وحصل للنبي صلى الله عليه وسلم من التمكن في دعوته والظهور لرسالته ما لم يتحقق قبل ذلك ولذلك بشر الله تعالى بهذا الفتح رسوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ثم يقول جل وعلا بعد هذا الخبر عن تصديق رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وعن دخوله وأصحابه مكة على تلك الصفة قال هو الذي أرسل هو أي الله جل في علاه الذي صدق رسوله الرؤية فالضمير متصل بما تقدم في قول لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق فالضمير في قوله هو الذي أي الله جل في علاه الذي صدق رسوله الرؤية بالحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فأرسله بأعظم ما تصلح به حياة الناس وتسعد قلوبهم وتستقيم أحوالهم كما أنه أرسله جل في علاه بما يحصل به فوز المعادي فجاءت هذه الأنوار العظيمة وهذه الرسالة المباركة محققة لكل صلاح وفلاح ونجاح وسعادة للبشرية ليس في الآخرة فحسب بل في الدنيا قبل الآخرة فارتباط الدين بالدنيا وثيق والشريعة جاءت لإصلاح المعاشي وإصلاح المعاد ليس لإصلاح واحد منهما فحسب هو الذي أرسل رسوله بالهدى وهو العمل الصالح ودين الحق العلم النافع وقيل غير ذلك قيل الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح وكل هذا الاختلاف وغيره مما لم أذكره هو من اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أن المعنى واحد وإن اختلفت العبارة وإن اختلفت توصيف وإن اختلف الكلام في ظاهره لكنه يتفق في المعنى العام فالله عز وجل أرسل رسوله بالهدى العلم الذي تقر به القلوب وتطمئن والعمل الصالح الذي هو دين الحق الذي هو سعادة الإنسان فكل عمل يعمله الإنسان مما أمر الله به ورسوله تسعد به نفسه وتصلح به أحواله ليظهره وهذه البشارة للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة بكافة طبقاتها وعلى مر العصور والدهور وعلى اختلاف الأماكن وعلى اختلاف الأحوال ليظهره على الدين كله هذا مراد الله فاللام هنا لام العاقبة والصيرورة وقيل لام التعليل وفي كل الأحوال هي بشارة من الله عز وجل لنبيه ولهذه الأمة بأن دينها ظاهر ليس على دين معين فحسب ولا في زمان معين دون غيره ولا في مكان محدد بل يظهره على الدين كله بكل أنواعه وكل صوره وشتى صنوفه في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال دين الإسلام ظاهر على غيره ليظهره على الدين كله وهذا الظهور توله رب العالمين ولذلك قال جل وعلا وكفى بالله شهيدا الله أكبر فإذا كان الله هو الشاهد على هذا الوعد هو المطلع على سير الأمور هو المدبر لهذا الكون فكيف يمكن أن يتخيل أحد أو يتوهم أن الوعد سيخلف وأن ما أخبر الله تعالى به سيتخلف بل لا بد أن يكون والله لا يخلف المعاد ومنذ أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم برسالته المباركة بدين الإسلام الذي أشرقت به الدنيا بعد ظلماتها منذ أن جاء صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فلا يزال دينه ظاهر ودعوته قائمة وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك بعد هذا جاء بيان من هذا الرسول الذي صدقه الله الرؤيا من هذا الرسول الذي أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق فقال جل وعلا محمد رسول الله وهذا أحد الأقوال في معنى هذه الآية أن قوله محمد خبر مبتدأ محذوف للإجابة عن سؤال من هو هذا الرسول الذي صدقه الله الرؤيا من هو هذا الرسول الذي بعثه الله وأرسله بالهدى ودين الحق وتكفل بإظهار دينه إنه محمد محمد رسول الله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم أمثال قرآنية أستودعكم الله الذي لا تغي ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته